طيب أنت من كم سنة عملت دور برلانتي عبد الحميد في مسلسل ناصر وعمر أيه اللي شدك في الشخصية دي أكتر حاجة التي شدتني في شخصية برلانتي عبد الحميد إن هي على المستوى الشخصي غير هي أدوارها كفنانة طبعا يعني أنا يمكن عملت الجانب الشخصي أدوارها فيها أغراء هي طبعا كلها أنوسة أنسة أنسة ست جميلة وأنسة قوي يعني هي وهند ورستم عندهم كده الانوسة والدلع اللي هو الشرقي المصري وقوية وكل حاجة ولكن إحنا ما خدناش الجانب ده الجانب ده يعني إحنا في المسلسل أنا عجبني أنه الجانب التاني خالص يعني إحنا ما تطرقناش للدلع لأنه ده باين في أدوارها وده أصلا ما حدش هيعمله زيها يعني لكن تطرقنا الجانب الشخصي من حياة هذه المرأة اللي هي ارتبطت بقصة حب مع المشير عبد الحكيم معامر واتجوزته وحصل يعني هي اسمها وارتبط بأحداث سياسية ودخلت في أحداث سياسية وهي على فكرة ونكست 67 على المستوى الشخصي غير الأدوار وغير الحتة دي يعني ستة حساسة ونفس الوقت تقوية كشخصية وتعرضت لحاجات كتير وعدت منها فطبعا كانت شخصية انت قريتي مذكرتها طبعا كلها اه قريتي مذكرتها طب انت كنت مع رأيها في نهاية المشير عامر لا يعني بصي انا مقدرش اقول ده انت رأيك وانت كنتي بتقرم حقاق تاريخية محدش يقدر يعني فيه اللي معه وفيه اللي ضد انا مقدرش اكون عندي رأي لا مش خلي بالك ده شأن كمان مصري بحث يعني ما يقدرش حد يتدخل او يقول انا معه او ضد بس بما اقل كل موقف بصي حتى انت في السياسة صعب جدا يعني دايما كل قرار حتى لما كنا بنتعلم في علوم السياسي وكده كل قرار لي سلبيات وإيجابيات يعني كل حاجة وكل يعني فيه ناس مثلا تقولك انا بقايد جدا الرئيس جمال عبد الناصر فيه ناس تقولك لا السادات هو اللي كان صح عرق مختلفة طبعا عرق مختلفة عرق مختلفة وكل واحد طبع عنده وجهة نظر ممكن تكون صح هو كراجل وطني طبع طبع لكن اي زعيم او اي هو انسان في الاخر قد يخطئ او يصيد اكيد ليه اخطاء طبع انا ليه بس األك عشان دراستك اه وعشان ندخل وعملتي الدور وحضرتي فاكيد تبانيتي مجهة نظر لا والله انا عايزة اقولك ان انا عجباني لأسئلة لا عجباني لا ما لازم ما وفيه حاجات ما ينفعش تاخدي فيها مواقف كده يعني لازم تكوني شوية ديبلوماسية اكيد اشتركوا في القناة